لم يظهر ديلان وبران على المسرح لكن هذا يحدث ايضا وكل ما تراكم بداخلهم يتم التعبير عنه على المسرح هذه المشاهد مثيرة للاعجاب للغاية الاسم الاخر الذي يتبادر الى ذهنه هو فرات يقول فرات انه يحب جول حقا هل تعتقد ان فرات يحبك حقا لا يزال ديلان غير مدرك لمشاعره او لا يريد ان يفهمها يخبره القدر ان كل شيء واضح من الطريقة التي ينظر بها اليها بعد هذا الخطاب يأتي المشهد المسرحي كيف وجدتم هذه الحلقة دعونا نلتقي في التعليقات عندما يتعلق الامر بالقلب يختلط المنطق كله دخل ديلان ايضا في رحلات حب ويحاول التحكم في عواطفه بدأت شرارات الحب بين باران وديلان انتقل ديلان الان الى مرحلة الانجراف وراء كل خطوة يقوم بها باران لا يستطيع ان يتخلى عن مشاعره بهذه السهولة يفسر باران هذا على انه لا يشعر بانه ينتمي الى هذه العائلة اخيرا اعطى ديلان خاتم الهدية الذي اشتره لكنه غير سعيد بموقف باران وبالمثل ديلان على وشك الوقوف في وجه عائلة كارابي ويقول انه لن يقع في هذه الخدعة ردا على خطوة جهان ديلان على حق في رد فعله لكنه يفعل ذلك في الوقت الخطأي في حين ان باران سيعمل الان كرد فعل على التأثير سنشاهد الكثير من مشاهد الهروب والمطاردة وسوء الفهم والتعثر هذا الاسبوع على اي حال القدر يفكر مثلنا ويذكر ان ديلان هرب من باران عواطف ديلان التي لا يستطيع اخفاءها وقعت ديلان اخيرا في حبها من الواضح ان لديها مشاعر تجاه باران لن تستطع حبس دموعها خوفا من ان يحدث شيء لباران قادر هو ايضا احد اولئك الذين يمكنهم رؤية الشرارة بين باران وديلان بشكل اوضح اتخذ بول موقفا ضد فرات يريد ان يعرف مشاعرك اراد القدر ان ترى ابنتها الحقيقة هنا لم يكن يريدها ان تنشغل بمطاردة حلم والان بعد ان تراجعت المشاكل بين باران وديلان يبدو اننا سنشاهد ديلان يهرب من انفعالاته لبعض الوقت بينما سيظهر باران وديلان في المناسبات المشتركة يقف ازاد فوقهما مثل الفزاعة يقترب باران وديلان من بعضهم البعض كل يوم مع العاب العامة بيريفان اصبح باران وديلان ثنائيا حقيقيا يمكنك ايضا التعبير عن ارائك بتعليقاتك كان مشهد استيقاظ باران وديلان معا من بين المشاهد المفضلة لدي حقيقة ان الاثنين يستيقظان وهما يعانقان بعضهما البعض وينظران الى بعضهما البعض بهدوء عندما يستيقظان هو في الواقع مؤشر على مدى حدة مشاعرهما العيون هي دليل انهم يكشفون عن انقى نوايا القلب لعبت عامتنا بيريفان دورا في تنوير هذين الاثنين لقد ابتعدنا عن الفوضى واذى ازاد واذاه لفترة من الوقت وتم الاستماع الى اذاننا لكن القصر ظهر على الطريق مرة اخرى بمجرد ان وضعنا قدمنا في القصر بدأ الزوجان في ان يكون في مركز الاحداث اخذت الشرطة باران الى مركز الشرطة قد يكون باران مسؤولا عن وفاة سيار بينما يلتقط العم حسن الكاميرا وتتحدث ديريا عن التعاون يقع هذان الشخصان باستمرار على اربع اذا تم القاء اللوم على باران فيبدو ان ديلان يواجه وقتا عصيبا مع ازاد المرأة مستعدة بالفعل لزعزعة السماوات والارض اذا تم اتهام باران فسيتحول المسلسل الى مسلسل هندي وسيقوم ديلان بجمع كل الادلة لاخراجه او الشيء التالي الذي نعرفه هو ان الاشرار قد يبتزون ديلان للكشف عن الادلة التي بحوزتهم اذا غادرت المنزلة لقد رأينا بالفعل مشاهد خروج ديلان من المنزل واهانة باران وعائلته اذا هذه سيناريوهات مألوفة دعونا نرى كيف ستسير الامور في هذه السلسلة يقضي باران وديلان وقتا منتعا في المزرعة اثناء المشاهدة نحن لا نحسدهم ايضا يبدو باران وديلان كزوجين حقيقيين وذلك بفضل العامة بيريفان تعتقد العامة بيريفان ان ديلان وبران منزعجان لديه فيكرة لتوحيد الزوجين انه يبقي الثنائية قريبين من بعضهما البعض من خلال جعلهما يقومان بالعمل باستمرار الثنائي يقضي وقتا رائعا يضع باران قبلة صغيرة على خدود ديلان حتى لو لم تكن ازاد هي نفسها فان لغتها موجودة في كل مكان بينما تريد ان يكون باران سعيدا فان همها الوحيدة هو ديلان حتى بيريفان يعرف جيدا نوع شخصية ازاد يلقى القدر القبض على فرات مع ابنته بول سيكون القدر مستاء جدا من هذا الموقف على الرغم من انه اخبر ابنته انه تم استغلالها دعونا نرى ما اذا كان يستطيع ابعاد ابنته عن فرات تشبه ديلان والدة باران ايتن بالحجاب الذي قدمته بيريفان باران معجب جدا لدرجة انه لا يستطيع النظر الى وجه ديلان نجحت خطة بيريفان اخيرا وينام ديلان وباران على نفس الوسادة تم اطلاق النار على ديلان صاح باران باسم ديلان يبدو ان ازهار الدم حامل بلحظات لا تنسى مرة اخرى تم اطلاق النار على ديلان وهو ليس مجرد اطلاق نار من هذا القبيل سوف ينتشر العقل الباطن والصدمة التي يعاني منها باران في كل مكان اصبحت حقيقة ان ديلان سيواجه نفس النهاية التي عشتها والدته كابوسا لباران اخيرا صرخ باران باسم ديلان صرخ باران بصوت عال بسبب عدم قدرته على نطق اسم ديلان دعونا نرى كيف ستتطور الامور من الان فصاعدا قبل مشهد اطلاق النار استمر الاثنان في تقديم الوعود لبعضهما البعض الان سيواجه باران احتمال رحيل ديلان بينما بدأ باران في الارتباط بديلان نأمل ان يؤدي خوفه من فقدانها الى تسريع اعترافه بالحب في المستقبل اذا انتهت الحلقة القادمة بهذا الشكل فمن يعلم كيف ستكون نهاية الموسم بادئ ذي بد لنفترض ان الحلقات الساخنة بدأت تحدث تصرف باران بشكل غير مخطط له وسقط في ايد الاشرار لسبب ما عندما يقول باران ديلان يتوقف تدفق المياه ويتوقف عقله عن العمل في مثل هذه المواقف يكون ديلان اكثر مرونة ويقظة يبدو الامر وكأن باران قد تم القبض عليه فقط لدعم ديلان باران يشعر بالذنب نظرا لانه لم يعقد صفقة فقد حاولوا التخلص منه عن طريق اختطاف ديلان لهذا السبب القى باران بنفسه في الموقف ردا على هذا الموقف يذكر ديلان انه كارابي قبلة لا تنسى من باران الى ديلان يعمل ديلان